اشتركوا في القناة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبما يسهم في تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بشكل تنموي مستدام وللمزيد حول هذا الموضوع ياسرنا ان ينضم الينا عبر الهاتف سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة ارحب بك سعادة الوزير في نشرة الثالثة وابدأ معك بالاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لانطلاق المعرض يوم غدا بنسخته السادسة برعاية سامية من لدى انحضت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه ينطلق معرض البحري الدولي للانتاج الحيواني 2023 في نسخته السادسة غدا مساء بإذن الله وستكون أبوابه مفتوحة للجمهور بإذن الله تعالى من بعد يوم غد الخميس وحتى يوم السادسة بتاريخ 26 نوفمبر 2023 وستكون الأبواب بإذن الله مفتوحة للزارين والجمهور من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء يعتبر معرض البحرين الانتاج الحيواني في نسخته السادسة أحد أكبر المعارض التي تقام في المملكة والذي منتوقع بإذن الله أن يشهد حضور جماهيري كبير كما هو معتاد في النسخ السابقة انتهت الوزارة واللجنة العليا المنظمة للمعرض من كافة الاستعدادات والتجهيزات لافتتاح المعرض في نسخته الجديدة يأتي هذا المعرض في ضل حرص وزارة شون البديات والزراعة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بالحمد آل خليفة ولي الأحد رئيس مجلس الزراع حفظه الله وراءه بالاهتمام بالأمن الغذائي والتعزيز الإنتاج ودور التنمية الزراعية والحيوانية والبحرية نعم يعني سعادت الوزير كما ذكرت المعرض بنسخته الحالية يعني يستكمل النجاحات والإنجازات التي حققها خلال النسخ الخمس الماضية ماذا عن الفرص التي يقدمها في نسخته الحالية المعرض يعتبر أحد المحطات البارزة في خارطة المعارض المتخصصة ووجه المستثمرين في مجال الأمن الغذائي إضافة للسلالات النادرة لدى بعض المربين البحرينين يجد المعنيين ومهتمين في مجال الأمن الغذائي في هذا المعرض فرصة مهمة للتعرف على أحدث التقنيات والتجارب وتبادل الخبرات بحليا وأقليميا وعالميا وأيضا يجدون فيه منصة تسويقية لمنتوجاتهم وعقد الصفقات سيتم أيضا تكريم الفائزين بجائزة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم والتي تم تحديدها بسبحة جوائز في هذه النسخة وفي الختام نرحب بكافة زوار المعرض من المواطنين والمقيمين وزوار المملكة لاستفادة من هذا المعرض المتخصص وما يوفره من فرص والاطلاع على آخر التقنيات والمعارض في مجال الانتاج الحيواني نعم سعادة المهندس وائل بن نصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة